كان هناك مراقبة يوم أمس كانت العملية كبيرة هربوا من الباغوز باتجاه الشمال باتجاه الهول يعني لطالما حذرت يعني بهذا الموضوع بالذات وقلت هناك خمسة معتغلات بالإضافة إلى مخيم الهول موجودة بالجهة الثانية بالجهة الأخرى من الحدود العراقية عند السوريين وبصراحة هذه كلها بأمرت قوات سوريا الديمقراطية وهي قوات غير نظامية احنا عدنا اتصال مع قوات سوريا فقط عن طريق التحالف الدولي فلذلك يعني أنا ذكرت دائما بأنه هذا الموضوع خطر يعني مهما تكون هي قوات غير نظامية حتت بعض الأمور وبعض الخلل في كثير منهم حصلت هروبات عديدة لكن يوم أمس كانت العملية كبيرة أنا متواصل يمكن أتابع المتحدث المركز الإعلامي لقسد هم قتلوا خمسة من ضمنهم أحد الصينيين يعني هذا يدل على أنه الموجودين من أشرس الإرهابيين داعش بالإضافة إلى أنهم مسكو 89 لحد الآن إذن كم العدد اللي هرب كم العدد اللي هرب القتال لحد الظهر أنا كنت أشوفه أكو قتال موجود هم سيطروا على البيوت المدنية القريبة من السجن طبعا أنا لا أستبعد أي شيء في هذا الظرف مخيم الهول بخمسين ألف شخص بين داعش وبين مداعش يعني لا ينظم ليس من ضمن الدواعش ونصفهم عراقيين الذين هربوا من الباغوز باتجاه الشمال باتجاه الهول لذلك العمليات خطرة جدا لكن أنا يعني تقريبا مؤمن بالجهة المقابلة العراقية الموجودة بها قياس قواج الحدود جهزوا بتجهيز قوي من كاميرات حرارية وأبراج قوية حقيقة ما تكلم به السيد قائد عمليات غرب منه صحيح تأكدت منه تماما خاصة باتجاه في شخابور وهذه نعم مسيطرين على هذا الوضع لكن يبقى باتجاه سنجار باتجاه هذه المنطقة اللي يعني قد تصل مع الإقليم هناك تكمن الخطورة فلذلك يعني الموضوع لا أنا لا أقول يعني مطمئن تماما مئة بالمئة لا يعني قد يبقون فترة إلى أن يحاولون ينتقلون لكنه نأمل بأنه ما ينتقلون إلى العراق لأنه صراحة يعني تعرفين الخرق الأمني اللي حدث فجر اليوم كان يعني حقيقة مؤلم جدا بالنسبة للعراقيين يعني في يوم جمعة واستشهد العدد من المراتب والضابط معهم يعني إذن أكو نشاط أكو نشاط واتكلمنا عن حاول العظيم يا أخي حاول العظيم طولة أربعين أو ستين كيلومتر حوالي هذا بعرض سبعة أو ستة كيلومتر هذا يعني صعب صعب العمل بيه تفتيشه دائما تصير يعني عمليات تفتيش لكن عملية بمثل هذا المستوى إذن كان أكو هناك مراقبة وكان أكو هناك مراقبة لهذه النقطة مقرسرية وأكيد يعني يعني أكيد لديهم معلومات كافية لأنه يعني ليس كل شيء ممكن أن تذكره لكن من خلال العملية تبعين أن لديهم معلومات كافية عن ما موجود بالسرية وعن نقاط الحراسة الموجودة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر